موسيقى حياكم الله اكتشاف الصوت كيف تكتشف صوتك اليوم نحن بنستضير كاتبة وإعلامية إماراتية اشتهرت بصاحبة الأداء الراقي معانا اليوم الإعلامية وخلنا نقول حيصوفة الشريرة الملقوفة شو رأيت معانا المفتش المصيح يا تشط الله يعطيك الصحة والعافية صفية وانحييت في هذا البرنامج شكرا مرئي صفية كيف اكتشفتي صوتك الجميل خلنا نقول هذا الصوت اللي خلتش يعني تنجزين اشياء يمكن ما تخترع على بالك يعني كلمة جميل او الجمال نفسه نسبي وديد فأنا عرف هو جميل بالنسبة لمنو بالنسبة لأي سياق في أي بروجيكت بالضبط أو أي مشروع بس رحلتي انا مع الصوت بدت يعني في البدايات كان ما كان عندي هال انطباع عن صوتي بطبيعة الحال لأن بديت يوم كان عمري سبع سنوات سبع سنوات سبع سنوات اختاروني يعني من الناس اللي يطلون القرآن في الرضاعة المدرسية فظلت هاي العلامة في حياتي ان صفية الشحي اللي تتل القرآن بس هل كنت يومها عارف ان انا صوتي شلو او هل انا مدركة ان هذا الصوت ممكن يوديني ابعادي ديدة في حياتي لا طبعا في واحدة من العلامات او المحطات الفارقة في حياتي كانت بعد سنة 98 و 99 98 و 99 حصلت بشكل متتالي على المركز الاول في الخطابة في ابدعات الطفولة وتم تكريمي يعني في سنتين متتاليتين بس كان الاداء الخطابي هالصوت كان له مكان في هالفتر بعد ما اعتقد اني كنت مدركة لهالشي لكن العلامة الثالثة العلامة الثالثة الفارقة كانت فعلا في 2003 يوم دقيت باب الإذاعة وكنت ابحث عن فرصة وظيفية هني في هذه المقابلة في تلك اللحظة ان قالت لي الكلمة لأول مرة ان صوتك حلو يعني طول هاي الفترة انت في الإذاعة الصباحية وحصتي على جائزة الخطابة ما كنت مدركة من صوتك جميل ما عندي انطباع يعني ممكن كلمة حلو صوت حلو ممكن هي هاي بس بمقاييس هاي اللحظة اللي اكلمك فيها ما اعتقد ان كان اكيد عندي هذا الادراك في 2003 في تلك اللحظة الشخص اللي امامي هو اللي قرر ان الصوتي يصلح للإذاعة ومن هني يعني تقدر تقول طاقة الأدر مثل ما يقولون الله فتح علي فبديت في 2003 في الإذاعة واشتغلت سنة كاملة هناك بس بعد اقول لك كنت مذيعة إذاعة وانتقلت 2004 إلى سمة دبي بعد ما فيها الادراك ان هذا الصوت ممكن يتم استثماره بطرق مختلفة متى يلاستثمار الحقيقي تقريبا في 2013-14 يمكن يعني بعد ما خليننا نقول يعني بعد 20 سنة بعد عمر عرفت ان يمكن تقدرين تستثمرين في هذا الصوت طبعا زميل الله يذكره بالخير أيوب يوسف وانسى بعد رب العالمين فضله علي لأنه قال في هاي اللحظة صفيها بات تسجلين شي شو سجل شي يعني ما أعرف سبحان الله عطاني هالفرصة خلاص مثل ما تقول كأن في طاقة في داخلي كانت تنتظر يعني في شي في داخلي ينتظر بس هاي اللحظة البوابة وهو يزاه الله خير عطاني المفاتيح الأساسية وكي انت قد يعني تكون عندك خامة جيدة بس هل تمتلك مفاتيح الأداء الصحيحة هذا كان سؤال مهم فهو عطاني المفاتيح ومو بس مفاتيح الأداء وبعد ساعدني كثير أني كان يرشح صوتي للشركات اليوم تتعرف نحن في السوق أيضا في شركات إعلانات تستقطب هذه الأصوات فإذا ما كان عندك حد يدخلك هذا المجال بصراحة وما في هاك الدعم ما كنت بحصل يعني هاي الفرصة وسبحان الله يعني مثل ما يقولون ورجته عالم الإعلانات وسجلت من هذيك السنة لهاي السنة مئات الإعلانات بسوتي إعلانات إذاعة إعلانات تلفزيون مقاطع كانت تطلع فيديوهات على الشاشات الكبيرة مقاطع داخلية رسائل ترحيبية للمؤسسات IVR كل شي تتخيله جربت تسجيله لين ما تشكلت على مفارقة تماما في حياتي يوم وقفت وقلت إنزين أنت اليوم كمعلقة صوتية محترفة شو ممكن يكون عندك فرص أكثر اليوم عشان تستثمرين هاي الطاقة لأنه أنت ربك عطاك موهبة لازم تسأل نفسك كيف استثمرها بطريقة جديدة فقلت شو اللي ناقص فالصوت فالسوق الصوت الإماراتي بالتحديد ما في ويدين يتكلمون إنجليزي فشو بديت أشتغل أطور أدائي أكثر وأطور هذه اللغة أكثر وعلى فكرة يتمت أخر ها يتمت أخر يوم كان عمري 35 بس يعني تقريبا نقول قبل 6 سنوات نزين فيتمت أخرى لكن اشتغلت على نفسي شغل جاد وهذه الجدية في العمل هي اللي فتحت لي باب إكسبو فأنت عندك المعطيات وعندك الأداء بلغتك الأم بس لما تي وأنت كمهاجر للغة جديدة تبغي تطبق نفس الروح ونفس الأداء بتتعب فالحمد لله إكسبو أكثر عن ملايين ناس سمعوني واللي كان لحقلنا سمعنا طبعا الصوت باللغة الإنجليزية واللغة العربية الحمد لله وبعدين من إكسبو طبعا هذا الحدث العالمي أهم طبعا أهم حدث في حياتي اليوم كصفية الشحي أهم حدث في حياتي كأعلامية كمعلقة صوتية أهم حدث في حيات أي إماراتي حصل يعني هذه الفرصة ولا تكون لها بصلة أن عطت لها هذا الفرصة أن عطت لها هاي الثقة أن يترك هذه البصمة فسبحان الله بوابة إكسبو فتحت فتحت لي بوابة أني أنا طلبوني حتى السعودية أن أسجل لهم مقاطع لأكسبو لهم هم يعني فبدأ صوتي يكون موجود في أماكن أخرى باللغة الإنجليزية وهذه علامة فارقة يعني في حياة أي إنسان من العلامات الفارقة كذلك دخولي للدبلاج مجال الدبلاج اللي هو التمثيل الصوتي بالشخصيات الكرتونية هاي اللي بنتحدث إيه فهاني تقدر تقول أربع علامات فارقة تعتبر لكن لو حالي تقول صفية يعني أنت كل إنسان سبحان الله له قاعدة أنت القاعدة اللي أنت أنت طلقتي منها تلاوة القرآن الكريم هي كبداية كمانا فهذا معناته يعني يعني أن الموضوع وايد مهم إذا نحن أطفالنا وعيالنا مثلا ربيهم على هذا الشيء على تلاوة القرآن لأن هذا شيء هذا وايد بيأثر في صوتهم والله يشوف يعني الشقة الديني أكيد مهم جدا أمية بالأمية بس فيه شق ثاني كذلك مهم ننتبه له أنت اليوم يوم تعلم ابنك أو بنتك هذه الانطلاقة من تلاوة القرآن الكريم أنت مو بس الدخل مجال يعني مو بس تعطي زاوية زاوية إيمانية وزاوية العبادة أنت تعطي شجاعة 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 وثقة كبيرة بأدائه اللغوي وبقدرته على التأثير على الآخرين اللي هي اليوم بلغة عصرنا الحديث اللغة التأثير والخطابة والتواصل اللي نسمعها كل يوم في كل مكان طيب أنت عندك الكنز موجود بس افتح باب الكنز هذا حق عيالك تعطيهم فصاحة في اللسان بلاغة تعطيهم جرأة لأن أنت لما تكون عندك ثقة كبيرة في أداتك اللغوية أنت يكون عندك جرأة أنك أنت تصرح عن أفكارك وتتكلم وعندك جرأة أنك تؤثر على الآخرين فهي زاوية إيمانية 100% ولكن هناك زاوية أخرى كذلك من ناحية التأثير القرآن يعلمك هذا السبات يعلمك البلاغة يعلمك الفصاحة فصل الخطاب يعلمك ذلك يعلمك تستخدم النغمة الصوتية صح في أدائك الصوتي عندما تتحدث مع الآخرين متى ترفع ومتى تنزل ومتى تهدى ومتى تسرع كذلك يعلمك شيء آخر جميل جدا كيف تحقن عاطفتك في الكلمة وفي الجملة لأن أنت لما تأتي تتلو القرآن يفترض فيك أنك أنت تستشعر الآيات هذه صحيح؟ صحيح هناك آيات تجعلك تشعر بالرهبة فلا شعوريا صوتك ينتقل إلى شعور الرهبة هناك آيات تجعلك تشعر بالرحمة فصوتك ينتقل إلى شعور الرحمة فهذه أيضا يعني من النقاط الأساسية جدا في عملية تلاوت القرآن هذا شق القرآن هناك شق الشعر كذلك الشعر بعد جميل والشعر العربي الأصيل جميل جدا هل أنت حفظتيش صفيفة في بداية حياتك؟ أنا ما حفظ أو ألقيت ما حفظ لكن ألقيت كثيرا فالشعر كذلك الأوزان والعروض وكل هذه الأمور تساعدك على تقسيم الكلام تقسيما صحيحا اليوم يوميوني يعلمونك فن الخطابة يقولون لك قوة الصمت قوة الانتظار في الكلمة متترفع ومتتنزل هذا كل ترى موجود حتى في الشعر في الشعر العربي إنزيل أنت عندك هاي الطاقة كلها بإمكانك أن تنقلها إلى لغة أخرى بإمكانك شخصا نقلب أي لغة؟ تنقلها إلى أي لغة تريدها على شرط أنك أنت تجيد اللغة الثانية طبعا وتفهم سياقها وتفهم الثقافة الروح الموجودة خلف هاي اللغة بعدين تضخ هذه العاطفة في الكلمات تضخ هذه العاطفة في الجمل في الأداء واي تصفية تضخ العاطفة في الجمل أنا أكثر واحدة معجبة بالحيوية التعليق الصوتي يعني واحدة من أبجديات التعليق الصوتي القدرة على المعايشة القدرة على المعايشة؟ نازم أنت حتى في الإعلان في ثلاثين ثانية ينطلب منك تكون متحمس متحمس، مستفهم، مستنكر، خائف، ينطلب منك كلها في ثلاثين ثانية وأحياناً عشان يكون موضوع وايكساب عليك في الستوديو وازين خلف المايكروفون عشر ثواني عشر ثواني لازم يعني تجلب بين عزين متحمس وكذا بين مختلف خلنا قولت الرياكشنات الصوتي وينطلب أحياناً منك أنك تكون طبيعي جداً طبيعي بلغتك وبلهجتك فن فنين يعني أفهم من كلامك أن اللي عند التعليق الصوتي هو نفسه يعني شخص يمثل صفية يعني يكون ممثل بالدرجة الأولى أحد أنواع لا يعني الآن التمثيل شيء ثاني بس هو أحد درجات أو أحد فنون التعليق الصوتي التمثيل الصوتي التمثيل الصوتي هو أنك تقتبس شخصية في فرق التعليق الصوتي أنت شو تسوي؟ أنت تضخ شعور أنت تستشعر شيء وتبثه في كلمة أو في جملة التمثيل الصوتي أنت تقتبس شخصية مثل كيف الممثل يوم يقتبس شخصية كاملة ويعايشها فأنت في التمثيل الصوتي هذا ما تفعله ولما تكون في الدوبلاج اللي هو الشخصيات الكرتونية أنت تقتبس شخصية غير واقعية أساسا مش موجودة وهذا طبعا الأسعب وهذا صعب لأن الشخصية أساسا غير موجودة اليوم أنا لو قلت وليد أباك تمثل الشخصية الفلانية تاريخية هاي سماتها هاي عمرها هاي طريقة كلامها تقدر أنك أنت تستحضر الشخصية ذهنياً وتمثلها صحيح بشخصية أسطورية بس لما شخصية أسطورية طبعا حتى الأسطورية بعد فيها سمات يعني نحن عرفناها تم تناقلة لكن لما شخصية كرتونية ما لها وجود أساسا حقيقي في الحياة بس أنت مطلوب أنك أنت تتركب على هالشكل هي شعرها تشديه وعينها تشيو شكلها تشيو وكصيرة كله قصيرة لفتنة يعني تتخيلين خليناكم تتخيلين فأنت لازم تعيش شقاوتها وشيطنة هي شيطونة بس هي مبشريرة أن فيها غلم هي شيطونة الشيطونة على وزن حيصفة حيصفة فأنت مطالب أنك أنت تعيش شيء مش موجود على أرض الواقع فكيف تقدر أنك تستثمر القدرة هاي اللي الله عطاك إياها أنك أنت تمثل هالشيء ونفسه لما تقرأ قصة للأطفال كيف تقرأ الشخصيات نفس الشيء شو بدل ما يكون رتم واحد بدل ما يقول أنك أنت كان يا مكان كان يا مكان في قديم الزمان وبتبدأ تحط صوتك وطاقتك على حسب الشخصية هاي والشخصية عالم جميل جداً يعني أنا لو أتم طول عمري أسوي بدون مقابل مادي ما عندي مشكلة أكيد لأنه جميل لأنه جميل فعلياً يعني يشك حالة من النشوة صح صح وهذا شيء هذا أصلاً باين ما شاء الله من الشغف يعني صافية يعني أنت ما شاء الله باين عليك شيء يعني الأدوار اللي تقومين فيها والمجالات اللي أنت تتخلين فيها تتخلين فيها يعني بشغف ومثل ما قلت لك يعني تستشعرين الجمل وتعيشينها كلها يعني أزيلة بننتقل إلى المفتش الفصيح وشخصية حي صوفة قولي لي في البداية يعني كيف يعني دخلتي في هذا المجال في هذا كان فيه مثل تجربة أداء يعني شبح تجربة أداء بعد الزميلة يوميوسف لا هي فكرتها يعني في النهاية وشغل بروجيكته والفريق اللي عنده يعني تحياتي لهم فأعتقد يعني كان شبح تجربة أداء صفية ممكن تجربين كانت سجلين لهالمقطع وأبا هالإحساس وسجلت وبعدين قال أوكي الستوديو يعني خالي قلت على الفيلم بداية ما كان قيلت على الشخصية حتى ما عارف شكلها كيف فعقب قال لا أنت ما شاء الله عليك تقدرين يعني تكونين في هالمجال وعلي فكر الشخصية حيصوفة مو بأول شخصية أنا أمثلها أنا مثلت قبل في برنامج في كرتون آخر خاص بعد بالنغة العربية شوف كيف بعد باللغة العربية وشخصية يعني حشرة يرقة اسمها يارا زي؟ اسمها يارا فنفس جيد تعني سبحان الله حتى ملامحها نفس الشيطونة فمثلت هذا الدور ومثلت قبل في بعض مسلسل منصور شي جزئية بسيطة يعني مش أول مرة أنا أمثل يعني كرتون شخصية كرتونية بس هاي حيصوفة استويت شخصيتي فيه فرق يعني ممكن أنت تكون يعني استويت شخصيتي يعني استويت جزء مني حبيت الشخصية وايد صحيح؟ أنا حبيتها وايد يوم أمثل الدور أو أسجل الدور أضحك أضحك وايد على الدور يعني أضحك على أضحك على يعني هي سذاجتها على سذاجة على الشر بس الشر اللطيف اللي يضحك مش الشر المزعج اللي يؤذي يعني واسلوب أيوب يوسف يومي يعطي الرياكشن يعني وكيف آخر شي ينتقم منها يعني بطريقة بعد الضحك سلطيفة أعتقد أنها حيصوفة اتطلع الجانب المرح اللي فيني اللي ممكن لحد يعرفه أنت كيف يعني هل أنت تساجلين الصوت لشخصية حيصوفة يعني هل أنت تشوفين الشخصية هاي يدامك مثلا مثل الشاشة في الاستوديو مثلا يرونت حيصوفة وانت تلقين يعني هي تطلقها ولا أنت في البداية لا أنت مثلا بعيدة عن الشخصية أنت مثلا يلسى في استوديو وتعشين الشخصية وعادوا عقب في الانتاج هم اللي يركبون الناب ولأن انت النص أردي مكتوب الشوار كله مكتوب يعني الستوري بورد كلها موجودة قدامك فأنت فعليا كانك يعني عايش من خلال الستوري بورد ومن خلال نص الحوار واللي ساعد بشكل كبير جدا ان الدويتو هذا موجود مباشرة يعني مش انه والله أيوب مثل دوره وخلص وبعدين يد انا ركب لا الدويتو نحن محافظين عليه انه يكون في نفس اللحظة عشان يعطي نفس هذي يفرق وايد سطين طبعا يفرق هو مش اني انا ما اقدر انك انت تيب لي نص يعني نص الديالوج او نص الشوار وتسمعني يا وانا يعني ارد عليه اقدر اسويها يعني كمعلق صوتي محترف اليوم نحن عنا قدرة علىها شي عادي لكن تحسيك ان تكونيك حيوية اكثر وتعيشين تبغي تعيش اللحظة لا تكون لأ انت عايشة مع الشخصية وغير عن شي بقولك على بعض الاسرار الصغيرة جدا يعني مثلا يوم يوم حيصوفه ما تعطي رد الفعل اللي يوم تنضرب ع راسها ولا شي ايوب يوسف يبدأ يقول انتي مضربة على راسك كيف يوم تنضربين على راسك لازم تحسين فاقول اوكي اجرب مرة ثانية وثالثة فبعدين هو ساعات يعني الله تكره بالخير يقول لا قوليها بهاي الطريقة هو ما شاء الله اكثر خبرة مني يعني في هال مجال فوجود ايضا زميل اخر تشتغل معاه هذا الشغل وهو يشجعك وهو يعلمك كيف تحسن ادائك ويصبر عليك ويعطيك هالوقت وهالطاقة يصبر عليك يعني هل افهم يعني الشخصية هاي في البداية صفي انتي واجهت صعوبة انت جزدينها مثلا ابدا قلت لك احس كأنها هذي كانها هي انا يعني سبحان الله كيف الرسمت بهذه الطريقة اللي رسموها الزميل اللي رسمها كيف رسمها بهذه الطريقة ما اعرفش يعني يعني حبيتيها خلينا نقولك من اول نظر يعني تشبخي يلو شفتها هيصوبة انه مرة حسيتها طبعا اللي رسم ممكن متعمد لا لا بس انتي حسيتي انت لا اكيد هو ممكن يعرف انه هو رسم الشخصية حكصفية مثلا بس انت حسيتي انها يعني من شفتي انتي هيصوبة حبيتيها وبينها شبينها حسنا قلت يعني عابد النجزء منك مثل ما يقولون كشكوشة يعني تشبه الجانب المرح اللي فيني اللي اللي مموجود يعني لو او مش الموجود اللي مش معروف عني وايد فانا مثلا لو لو عطوني يمكن شخصية جادة اكثر ما حسني كتها الكتر بتحمس لكن يا حيصوبة واي اتحمس او خلينا قل تخلي الجزء تطلع الطاقة اللي تعافل اللي مبوهاي تطلع دايما صحي تطلع عندي صحي اذا خلينا حين اذا ما شاء الله نتكلم عن حيصوبة لو تعطينا النص من النص يعني فسره بأسرم يعني جريت خلنا شوية بس لا تخبره لا لا اكيد لا يعني اذا ايوب شاف يعني ما لانا ما شاء الله خلنا شوية نعيش الأجواء يعني مثلا في هال مشهد يكون ايوب ساير مثلا او شخصية المفتش فصيح ساير مع بنته لا يبقى يشتري طير حق بنته مثلا اوكي فمكتوب على اللوحة كناري يلعب ويغني فالبنت تقول له ما رأيك في هذه يا أبي يا سلام انها جميلة فهي حيصوفة شافت ان البائع كاتبها الجملة فهي شو قالت ها هني انا يعني بلقيت مكان صغرة على فصيح اه كناري يلعب ويغني وتقعد تفكر اوكي فبعدين يكمل فهي تقول ها قد أتت حيصوفة بمكري ها شغوفة هذه الحروف لعبتي انا بها معروفة ازين هذه لازمة مالتها بعدين لن تستريحة يا فصيح ستذهب في مهب الريح وتبدأ تهدد لن أدعك وكذا فهي فكرة حيصوفة ان هي شو تسوي تجلب اللغة تجلب الكلام ففكرة الجملة كناري يلعب ويغني هي غيرتها سأستبدل حرف اللام بحرف التاء فبدلا من ان يلعب ويغني سأجعله يتعب ويغني اقصد ويغني لسألين انت حيشة شخصية ان انت ذات الخاصة وهاي الضحكة كيف طلعت اصازة تلقائي جدا للا خلا نوقف الخلاك يا لعبة يعني يعني هل animated او better تستطيع او السيكون كيف طلعت الضحك هاي هل هي عفوية مفوية جنتين ولقطها أي بل بس بس هذه هي اللي أبغيها دائما تتكرر فجي يعني فهو الحلاوة في الموضوع أن بعد الفكرة أن اللغة العربية اللي دائما التصور عنها أنها لغة جامدة وأن مم محبوبة وأن مم فيها مرح بالعكس فيها مرح أن وجد من يكتب نصا جميلا ونحن صفية يعني نحن ربينا وكبرنا على رسوم كل رسوم الطقال اللي نحن كنا نتابع كنا نستمتع باللغة العربية واللغة العربية الفصيحة القوية بعتمشة وطبت وش البيضة ولا المخطفة ولا الزمن لغة لغة كانت إذا تفكرت حتى ما كنا نستانت إذا نشوف شيء مدموج خلنا نقول إذا اللغة البيضاء أو اللغة العامية كنا ما نستمتع إلا باللغة العربية الفصيحة أزين صفية يعني يمكن حد يتابعنا الحين على الشاشة ويبي يكتشف صوته يقول يليتني مثلا أكون مثل يعني معلق صوتي شو التوجيه اللي تعطينا عساس أن يسلك فيه ويدخل فيه هذا العالم عالم الصوتي بالذات الصوت دايما حد يكتشف لك حد يكتشف لك أنا أقول لك ليش لأن أنت أصلا اليوم يوم أنت حتى تتكلم أنت تسمع صوتك بطريقة مختلفة ترى غير عن اللي أنا أسمعه صحيح يعني أنت الحين إذا سكرت إذنك وتكلمت فعليا هذا هو صوتك الحقيقي هاي معلومة يديده وقت بس أنت لما تتكلم وياي أنت تسمع صوتك بطريقة مختلفة لا بس هاي معلومة هلوة ما تتكلم يعني هذا صوتي اللي حين أسمعه بالضبط عشان تذي لما تسمع صوتك عن طريق وسيط ثاني اللي هو المايكروفون أو مسجل في الإذاعة كثير من الناس يستغربون صوتهم لأنه ما متعودين يسمعونه مثل ما أنا أسمعه الحين يوم أسمعك فالصوت بالذات لازم حد يكتشفه هاي نقطة بس النقطة الثانية كيف بيكتشفونه لازم أنت تجرب اليوم نحنا موجودين على السوشال ميديا صح؟ ما في أسهل منها أنك إذا أنت كنت معجب بالشعر وتحبها مثلا كنت معجب بالنصوص وتحبها تبدأ تجرب وتسجل تسجلها صوتك تسجلها اليوم بعد أدوات التسجيل حتى في التليفون اليوم تنزل التطبيق وعادي يشتري مايك صغير وركبه في تليفونك وسجل على فكرة يعني وتسجل سجل صوتك سوى إدت خفيف على فكرة ما في أسهل منها أنك تسوي إدت اليوم على أدوبي ولا غيره أدت خفيف ونزلة نزلة نزلة خل الناس يسمعون صوتك يسمعون أدائك في الشعر يسمعون أدائك في المقاطع المختلفة في النصوص أنا كيف اكتشفت أصوات كثير من الناس باي الطريقة يعني مشانا صوتك حلو خل نجربه في أشياء ثانية فالصوت بالتحديين لازم يكون فيه تجربة هاي رقم واحد بس ما أنت توقف عنده أن بس نفتح لك الباب ودخلت لازم تدرب صوتك باستمرار عملية تدريب الصوت من خلال طبعا فيه وحدة من الطرق أنك أنت تسجل كتب لأن الكتب الصوتية طويلة تحتاج نفسه وتحتاج هذا وفيها أداء مختلف فسجل كتب صوتية نزل على اليوتيوب سجل مقاطع سجل شعر مرة في التدريب طبعا بشكل يومي حين طبعا من خلال تلاوة القرآن بشكل يومي طبعا أكيد يعني التلاوة مش عشان تدريب للصوت والتلاوة تلاوة يعني بس هي أحد حسنات التلاوة أنك تجمل صوتك فيها صحيح عرفت علي؟ سراحة تلاوة القرآن بالتجويد تساعد جدا أن تجمل صوتك فيها نزيل؟ وتحسن أداءها وتحسن مرونة الصوت هلأ بعد في عندك طرق ثانية وأنا اتبعتها كذلك أنك أنت تشوف لك مدرب صوت يدربك على الأغلب يكونون موسيقيين أو يكونون معلقين صوتيين محترفين والآن في كثير دورات دورات صح أونلاين على فكرة أنا حضرت أكثر عن دورة أونلاين مع أسماء كبيرة معروفة في الوطن العربي عشان أتعلم دبلاج عشان أتعلم كيف هذه عملية مستمرة أن تتسويها صح صفية الشحي الحيصوفة الشظيرة المنقوفة المنقوفة جعل نشكرت جزيل الشكر على أنت تشريفت لنا اليوم شكرا وعلى هذا الحديث الشيق وراء شكرا جزيلا شكرا لك والتحيات إن شاء الله لكل المتابعين ويا رب اللي عنده صوت حلو اللي الله عطلنا هذه الملكة لازم يستثمرها صح شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك